من ناحية أخرى شدد مدبولي على أن مصر حققت مكاسب كثيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي وأشار إلى أن هذا البرنامج مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمة المختلفة خلال المؤتمر الصحفي قال مدبولي أن الدولة تسعى لمد مظلة الحماية الاقتماعية وتحمل العبء عن المواطن مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تمشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد الحمد لله مصر حققت مكاسب كبيرة جدا من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتاني بستعيير الكلمة اللي قالها فخامة رئيس مبارح أن لو لا هذا البرنامج ونجاحه والدولة المصرية قدرت أنها تقف على رجليها وعدينا أزمة كورونا ده برضو اللي نخلينا النهاردة الحمد لله قادرين أن احنا نصمت ونستمر في عملية التنمية في تأثير سلبي بالتأكيد في تأثير سلبي زي كل دول العالم إحنا كان يمكن الخبر اللي نزل مبارح عن أن الدولة المصرية في تواصل مع صندوق النقد الاجتماعي أسف صندوق النقد الدولي على أن احنا نعمل برنامج جديد وبالتالي إحنا طلبنا من الصندوق أن يقتصر البرنامج على أنه يكون دعم فني فقط ويبقى هدفه كله أن احنا نضمض بالتعاون مع بعض أن نستمر في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص طبعا عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على أنه ياخد فرص أكتر في عملية التنمية طلبنا من الصندوق أن يبقى مع الدعم الفني أنه ممكن يكون فيه احتمال لمكون تمويني نطلبه وقت ما نحتاجه علشان لو الظروف لقينا أنه قدام محتاجين أي تموين إضافي يبقى نقدر أنه يكون لدينا هذا المكون أيضا في الصندوق في البرنامج